ايو اللي هو الوزير الحالي اللي هو معين لهذه المهمة قال ايه من بداية الثورة قال الموضوع مش موضوع اجراءات لا ده الاجراءات سهلة واستعادت هذه الاموال سهلة بس تتوافر الارادة السياسية ايو قال كده صح النهاردة هو في المنصب بقى بذاته اذا هو الارادة السياسية وهو فعلا خد خطوات خلاص انا عايز احاسب بقى الدكتور محسوب لا مش النهاردة مستقبلا على قدرته على استعادة اموال مصر بس هنشوف هنشوف ان شاء الله نحن موجودين هنشوف هنشوف دوابنا احيانا ودينا العمر هنشوف وبعدين المصري يوم بيقولك الالترس زحفوا لمنع السوبر وبرج العرب تحت الحصار الامني والالترس بيقولوا الداخلية تريدها حربا اهلية والشاطر يهاجم صحيفة الحرية والعدالة بسبب موقفها من جماهير الاهلي يعني يبدو ان الحرية والعدالة لما تحدثت عن جماهير الالترس تحدثت عنهم باسلوب يعني عملت اظن الحرية والعدالة تقرير بيقول الالترس يصنعون الازمات والواضح انه الاستاذ مهندس خيرة الشاطر يعني طالبهم بالاعتذار وقال عبر تغريدة له بموقع تويتر اقامة المباراة بحجة الحفاظ على هيبة الدولة حق يراد به باطل وهيبة الدولة المنشودة تتحقق بمعاقبة الجناه الفعليين في مذبحة بورسالي ده من اخبار النهاردة نظرة سريعة عليها اه كلام منطقي والالترس ده عفريت عملناه ومش عارفين نصرفه احنا اللي عملنا اه اما ليه مش احنا استعنا بالالترس في المزارات وناس كان انا قلت لحضرتك النبل اللي فاتت برضه انا سمحت ناس وكانوا في ضيوف في برأحد البرامج قاعد مسك تليفون وكان ضيف عند حضرتك اي اخدبال حضرتك وعمال بيسمع واحد بقول له العشعار اللي بعتقالي جميلة جدا دي مخلية العيال زي النار العيال بتوع الالترس زي النار في التحرير بس انا عايزة اقول لك الالترس ما قتلوش نفسهم محدش قال كده انا قلت كده الالترس ما قتلوش نفسهم بص يا دكتورة هلا لو حضرتك حتأوليني كلام انا ما قلتوش بقى ده موضوع كامل وعايزة اقول لك برضو انهم هشباب انا بتكلم انا بتكلم احنا ما خلقناهمش دي شباب خلقوا نفسهم ايوة بس اللي صعد هذا الدور كده وخلاه وعندوه قيم قبيلة كتير مين قال لا لكن مش ده الاسلوب دي شباب لو انت لو انت عند قيم بقيم الخير وصداقة كل ده جميل والدفاع عن الاهل والاخوان انا متفق معاك متفق معاك ولكن مش ده الاسلوب اللي انا عبر به عن انتماء البلدي وتشجيع النادي ان انا خرب وكسر وعايز اعمل وعايز اعمل وعايز لا هم ما خربوش حاجة هم ما عايزين ياخدوا القصص التهديد كان كده التهديد كان كده ان احنا هنقصر ستادبورج العرب هنضرب اوتوبيس اللاعبين وهي الموضوع يا فندم الفهم حروق على زميلهم الشباب اللي راحوا حضرتك متبنية الدفاع عن الالترس ده كلام انا احترمه ولكن انا لها وجهة نظري طيب لا عشان ما فيش حد من الالترس موجود لازم انا اتكلم لأ ما انا كمان انا بقول انا بقول انا مش ضد حد ولكن ضد الاسلوب اي الاسلوب غلط اسلوب التدمير في اي مكان غير مقبول لكن في نفس الوقت الشباب دول شباب نقي طارر ما قتلش نفسه ما حدش قال انهم قتلوا انفسهم وفي حد قتلهم في جاني وفي تحقيق شغال وفي قضية شغالة وعملتوا أجل من وقت الآخر من القاتل مش انا من الذي اغلق ابواب استاد بورسعيد وهلحمها باللحم عليهم يعني فيه طبعا فيه فيه مؤامرة كانت على هؤلاء الشباب يتحاسب اللي عمل هذا ما نجيبه بقى هتهولنا اه مش انا بقى انا مواطن عادي زي حضرتك لا انت مش مواطن زي حضرتك لا انا مواطن عادي زي حضرتك ساعت اللوة نتجي نتكلم بقى بناء على الخبر عن علاقة الدولة بالجيش في الفترة القريبة الماضية وما حدث فيها من احداث وتطورات وما وصفه الاستاذ عبدالله السناوي بنصف انقلاب يعني عندما تم حالة المشير والفريق عنان الى التقاعد وصفه بنصف انقلاب ونصف تصحيح والله استاذ عبدالله السناوي يقول رأيه وهو حر طبعا حاجة يعني محدش يقدر يحزر على رأي احد ولكن انا عايز اقول ان المؤسسة العسكرية مؤسسة متمسكة قوية بتدير اعمالها او